بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه ومضولاه مع التطبيق العملي لنقل الكلمات القرآنية بطريقة صحيحة مع الصفحة الحادية والثلاثون من سورة البقرة أعوذ بالله من الشيطان الرجيم الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعل من خير يعلمه الله الحج كما نرى هناك همزة وصل بدأنا بهمزة قطع مفتوحة واللا مقامري لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد ح مفتوحة الحا خرجها من وسط الحلق مجاورة لحرف العين يجري فيها النفس والصوت الجيم هنا لدينا جيم مشددة جيم ساكنة ثم جين مضمومة الحج هكذا بإطباقي وسط اللسان مع ما يحاذه من سقف الحنك الأعلى ولا تخرج مع هوا فتصبح تشممها شين فتقول الحج هذا خطأ الحج خطأ الحج الحج هكذا ونضم الشفتين في الجيم الثانية أشهر أششين ماذا ساكنة فيها تفشي فيها يجري الصوت ويجري النفس والهأو مضمومة نضم الشفتين فيها من أقصى الحلق باهتزاز الأوتار الصوتية أرى هنا مفخمة لأنها مضمومة ولكن لدينا تنوين جاء بعد تنوين ميم والميم من حروف ينمو الإدغام بغنى إذن أشهر معلومات هكذا العين لا تقلقلها ساكنة هنا تقول معلو معلو هذا خطأ هذه قلقلة العين يجري فيها الصوت فترة زمنية بسيطة لأنها من أحروف لنعمار وهي تخرج من وسط الحلق معلو معلومات لم نضم الشفتين فيها وفي الواو نفتح الفن في الألف التي بعد الميم نقف على تا ساكنة مهموسة فيها همس رطيف لا تبالغ فيه وهنا الجيم تفيد جواز الوقف معلومات هكذا المبالغ فيه الخطأ معلومات هذا خطأ إذا استمرنا في القراءة لدينا تنوين مع الفا والفا من حروف الإخفاء غنة مراققة بمقدار حركتين لأن الفا حرف مراقق معلومات فمن هكذا أيضا فمن فرض نون الساكنة مع الفا إخفاء ونذهب إلى مخرج الفا لكي نتهيأ لنطق حرف الفا معلومات فمن فرض هكذا الراء مفخمة من كلمة ثارضا لأنها مفتوحة والضاد مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة ثارضا ثارضا فيهن رأسا ننتقل إلى كسرة الفا نكسرها جين وبعدها يا والهاء مكسورة أيضا والنون مشددة فيها غنة بمقدار حركتين فيهن ماذا انتقل من النون المفتوحة من النون المشددة إلى اللام القمرية لأنه كما نرى هنا لدينا بينهما همزة وصل نبدأ بهمزة قطاع مفتوحة واللام القمرية كما قلت في بداية الآية لأنه لم يأتي بعدها حرف مشدد الحاء مفتوحة تخرج من وسط الحلق فيها جريان للنفس والصوت والجيم مشددة جيم ساكنة ثم جيم مفتوحة لا تقل الحجة هذه جيم غير فصيحة فيها تفشي هذا خطأ يخرج هواء الجيم شديدة مجهورة لا يخرج معه هواء اطبق وسط اللسان مع ما يحاذيه من سقف الحنك الأعلى الحج هكذا الحج الحج فلا تدرب عليها هكذا فلا افتح الفن في الألف التي بعد اللام ورا فا ثا هنا الراء مفتوحة والفاء والثاء مستفيلة فلا را را فا ثا لا تقل را فا را فا ثا لا تفخم الفاء والثاء لمجاورته الراء مفخم ولا فوسوق الفاء طبعا افتح الفن في الألف ولا فوسوق الفاء والسين مضمون ونضم الشفتين فيها وفي الوا القاف مفخم مرتبة ثانية لأنها مفتوحة قو ولا فوسوق ولا لا تقل قو قو تكور الشفتين هذا خطأ ولا فوسوق ولا جدال جي كسرت الجيم جيدا وفتح الفن في الألف التي بعد اللام والألف التي بعد الدال في في كسرة الفاء في من الفاء المكسورة إلى اللام القمرية لأنه كما ترون لدينا همزة وصل تبدأ بهمزة القطاع مفتوحة الحج نقف على هنا قلة تفيدنا الوقفة أولى فإذا نقف على جيم مقلقلة قلقلة كبرى وهنا أنوه هذه الجيم هي جيم مشددة إذا جيم ساكنة ثم جيم مكسورة والقلقلة تكون في الجيم الثانية اللام قمرية قلتها لأنه لم يأتي بعدها حرف مشددة وَمَا تَفْعَلُوا افتح الفن في الألف تَفْ تَفْ هَوَاء مع الفاء همز لأن الحرف الفاء ضعيف ويحتاج إلى هوا لكي نسمع صوت حرف الفاء اللام مضمومة نضم الشفتين فيها وفي الواو وَمَا تَفْعَلُوا مِنْ خَيْرٍ مِنْ كَسرت الميم جيداً والنون الساكنة بعد النون خاء والخاء من حرف الإظهار الستة إذا نسمع صوت النون المظهرة مِنْ خَيْرٍ الخاء مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة والياء الساكنة قبلها مفتوح ياء لين لا تضغط على المخرج ولا تخرج معها هوا فيتشوه صوت الياء خيّ خيّ لا تقول خيّرٍ لا تضغط على المخرج أَرَّو مُرَقَقَ لَيْنَ الْمَكْسُورَةَ وَلَدَيْنَا تَنْوِينَ مَعَ الْيَاءِ إذن الْيَاءِ من حُرُوف يَنْمُوا لِضْغَامْ بِغُنَّةِ لَدَيْنَهُنْ خَيِّرٍ يَعْلَمْهُ اللَّهِ العين ساكنة لا تُقَلْقِلْهَا يَعْلَمْ خَطَى يَعْلَمْ خَطَى يجري الصوت في العين فترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف التوسط للعمر يَعْلَمْهُ مِيمٌ ساكنة لا تقول يَعْلَمُهُ لا تحرك هذه الميم الميم مساكنة ويجري فيها صوت فترة زمنية بسيطة كالعين الْهَاءُ مَضْمُومُ وَنَضْمُ الشَّفَتَيْنِ فيها وبما أنه أتى قبل اسم الجلال الله مضموم إذن لام اسم الجلال الله تفخم وهنا لدينا همزة وصل نبدأ بهمزة قطع مفتوحة يَعْلَمْهُ اللَّهِ وَلَا تُفَخْمْ لها المستفيلة يَعْلَمْهُ الْهُو تقول هُو لأنها جاورت لام اسم الجلال الله المفخم وهذا خطأ إذن هذه مرقق الْهَاءُ وَالْلَّامُ مُفَخْمَةُ وَنَفْصِلْ بَيْنَهُمْ وَنَخْلَّصْ الْحُرُوفِ وَالْهَاءُ نَقِفْ هَاءُ سَاكِنَةً مَهْمُوسًا الله هكذا وَاقِلَا تُفيدُ أنَّ الْوَقَفَ أو لا وفي الوصل تكون مضمومة نضم الشفتين فيها وَتَزَوَّدُوا فَإِنَّ خَيْرَ الزَّادِ اتَّقَوَى وَاتَّقُونِ يَا أُولِي الْأَلْبَابِ لَيْسَ عَلَيْكُمْ جُنَاحٌ أَنْ تَبْتَغُوا فَضْلًا مِنْ رَبِّكُمْ وَتَزَوَّدُوا لَدَيْنَا هُنَا الْوَاوَ مُشَدَّدًا وَتَزَوَّدُوا نسمع صوت الواو الساكنة ثم الواو المفتوحة وفيها نبر والدال هنا نضم الشفتين فيها وفي الواو الزَّا وَتَزَوَّدُونَ أسمع صوت الزَّا جيدا فَإِنَّ هَذِهِ الْهَمْزَةِ الْهَمْزَةِ الْمَكْسُورَةِ إِذَا جَاءَتْ قَبْلَ نُومْ فِيهَا غُنَّا مِنْهُمْ مَنْ يَمْطُوا فَيَقُلْ فَإِنَّ هذا خطأ الْهَمْزَةِ الْهَمْزَةِ الْمَكْسُورَةِ فَإِنَّ عفوا النور المشددة فيها غنب بمقدار حركتين خير الخاء مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية والياء ساكنها قبلها مفتوح إذن ياء لين لا تضغط على المخرج ولا تخرج معها والراء مفخمة لأنها مفتوحة خير خيرز ننتقل من الراء المفتوحة إلى الزَّاية المشددة لأنه دينها همزة وصل واللاء شمسية لماذا اللام شمسية؟ لأنه جاء بعدها حرف مشدد أزَّاية نبدأ بهمزة قطَع مفتوحة الأزَّا glamorous كسرت الد«ال جيداً افتح الفم في الألْف التي بعد الزَّاية ولا تنسى الأزَّاية مشددة أزَّاية ساكنة ثم ثم زَّاية مفتوحة أirsiniz أزَّا EST Universe ماذا لدينا ننتقل من� الدَّال المكسورة إلى التـات المشددة من كلمة أتَّقَوَة لأنه لدينا همزة وصل واللام شمسية لأنه بعدها حرف مشدد نبدأ بهمزة قطع مفتوحة التاق والقاف قلقلة صغرى وسط الكلام ولا تنسى تفخيم القاف مرتبة رابعة مرتبة الساكن ونقف على ما الطبيعي بمقدار حركتين الجيم تفيد جواز الوقف والتاقون ومن الواوي المفتوحة إلى التاق المشددة لأنه لدينا همزة وصر إلى التاق الساكنة من التاق المشددة ثم التاق مفتوحة ونلقاف مضمومة مفخمة مرتبة ثالثة والنون هنا مكسورة لا تجعل بعدها وتقول واتقونيا هذا خطأ واتقونيا خطأ الصحيح واتقونيا أولي الألباب يا أولي الألباب هنا لدينا حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أخرى إذن مد جائز مفصل بمقدار حركتين أو أربعة أو خمس حركات نفتح الفن في الألف ونضم الشفتين في همزة مضمومة وهذه الواو لا تكتب ولا تلفظ أولي أولي ننتقل من اللام المكسورة إلى اللام القمرية لأنه لدينا همزة وصل أولي هكذا واللام لا تنسى يجري فيها صوب فترة زمنية بسيطة لأنه من أحرف للعمر أحرف التوسط نبدأ بهمزة قطع مفتوحة ألباب أفتح الفن في الألف التي بعد الباب ونقف على باء ساكنة مقلقلة قلقلة كبرى لأنها في آخر الكلام وهنا يكون المد العرض للسكومة بمقدار حركتين أو ست حركات ولا تجعل غنى في الألف ليس يا أون ساكنة قبلها مفتوح يا أولين لا تضغط على المخرج ولا تخرج معها هواء دائما أقولها لي ليس ليس يا أون سهلا لين عليكم يا أون أيضا سهلا لين يا ساكنة قبلها مفتوح والكاف لا تفخي ما تقول عليكم الكاف مرقاقة عليكم هنا ميم مظهرة عليكم جناح اسمع صوت الميم المظهرة جو جيم المضمومة نضم الشفتين جو جناح افتح الفن في الألف التي بعد النون والحاء هنا مضموم تنوين ضم جاء بعد همزة إذن إظهار جناح أن نسمع صوت النون المظهرة وأيضا جاء هنا بكلمة النون الساكنة بعدها تبتغو التاء من حرف الإخفاء أن تبتغو أن تبتغو أذهب إلى مخرج التاء لأتهيأ لنضع حرف التاء هذا هو الإخفاء وأن بمقدار حركتين الباء ساكنة مقلقلة قلقلة صغرة لأن في وسط الكلام والغين مظمومة إذن مرتبة المظموم الآن نحن نحفظ ماها المراتب مرتبة ثالثة لا تجري فيها هواء فإن أجريتها فيها هواء أصبحت خاء أو أشمنتها خاء وهذا غلط الغين يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس فضلا هناك من يخطف هذه الكلمة أولا يقول فضلا وفخم الفاء والفاء مرخقة وجعل الضاد ضاء قال فضلا فض انتبه جعلها ضاء وهي ضاد مخرج الضاد من أحدى حافتين اللسان أو من الحافتين مع ما يحاذيه من الأدراس العليا مع عدم الاتكاء على رأس اللسان فقط ملامسة فضلا فيها رخاوة واستطالة وتفخيم مرتبارها اللام أيضا مرخقة لا تقول فض خطأ لا لن فض هكذا لدينا تنوين جاء بعد التنوين من إذن إضغام بغنة بمغضاء الحركتين ومن ربكم النون ساكنة جاء بعدها را إذن إضغام بغير غنة نأكل النون إذن إضغام بغنة ثم إضغام بغير غنة فض من ربكم هكذا نأكل النون من ربكم راء مفخمة لأنها مفتوحة والباء مشددة الحرف الباء شديد مجهور لا نفس ولا صوت رب دي رب بيكم اكسر الباء الثانية الكاف لا تفخيم تقول رب بيكم خطأ رب بيكم ميم مظهر في الوصل والوقف وهنا الجيم تفيد جوازا الوقف ربكم فإذا نسمع هكذا إذا وصلنا فإذا أفلتم من عرفات فاذكروا الله عند المشعر الحرام واذكروه كما هداكم وإن كنتم من قبله لمن الضالين فإذا احرص على كسرة الهمزة لدينا حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة أفلتم إذن ما تجعز منفصل بمقدار حركتين أربعة وخمسة انتبه إلى كلمة فإذا أفلتم هذا هو المد وافتح الفن في الأليف كلمة أفلتم هناك من يقول أفلتم هذا خطأ أفلتم يجعل الضاد طاء ويفخم الفاء ويفخم التا يقول أفلتم هذا أيضا خطأ انتبه الضاد هنا ساكنة رخوة فيها استطالة فيها تفخيم مرتبة رابعة مرتبة الساكن أعطيها حقها أجري فيها الصوت كيف أفل تدرب أفل أفلتم أفلتم ولا تقول أفل أفلتم خطأ من إحدى حفتين اللسان أو من حفتين مع ما يحاذي من الأراض من الأدراس العليا أفل أفلتم هكذا تخلص من أن تجعلها طاء أو أن تفخم الفاء أو تفخم التاء ميم مع الميم أفلتم من إضغام بغنى بمغضال حركتين لأن الميم من حروف ينمو نون جاء بعدها عين نون ساكنة إذن إظهار لأن العين من حروف الإظهار الستة من اسمع صوت النون المظهرة من عرافات هكذا عين مراققة مستفلة من وسط الحلق والراء هنا مفخمة لأنها مفتوحة عراء لا تقول عراء 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 خطأ عراء عرافات الفا جاء بعدها ألف افتح الفا في الألف وهنا لدينا فيها التنوين كسب بعد التنوين جاء فا إذن إخفاء لأن الفا من حروف الإخفاء والغنى تكون مراققة بمغضال حركتين عرافات فاذكوروا هكذا نذهب إلى مخرج الفا ونتهي لنطق حرف الفا كما ترون لدينا هنا همزة وصل بين الفا والذال فانتقلنا من الفا المفتوحة إلى الذال الذال ويجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس ولا تخلق لها تقول فاذكوروا فاذكوروا خطأ الذال يجري فيها الصوت فاذكوروا اسمع فاذكوروا هكذا انتقلنا من الفا المفتوحة إلى الذال لأنه لدينا همزة وصل الكاف والراء مضمومة نظم الشفتين فيها وفي الوا والراء انتبه أنها مفخمة لماذا لأنها مضمومة فاذكوروا اسم الجلال الله قبله مضموب فاذكور الله هكذا فاذكور الله همزة وصلنا نبدأ بهمزة قطع مفتوح الله لا تقول الله لا تكور شفتين هذا خطأ هناك من يكور شفتين في لفظ اسم الجلال الله خطأ الهاء مستفلة الله ها عند هنالك من يختلص كسرة العين وخاصة في كلمة عند عند هكذا يقرأها وهي عاعي عند هكذا تدرب عليها ولا تختلص كسرة العين النون ساكن بعد النون دال إخفاء بمقدار حركتين لأن الدال من حروف الإخفاء ومرقق إذن الغنة تكون مراققة عند المشعار ننتقل من الدال المفتوحة إلى اللام القمرية لأنه لدينا همزة وصل عند يذهب اللسان إلى مخرج اللام بمقدار توسط يجري فيه الصوت اللام فترة زمنية بسيطة الهمزة همزة وصل نبدأ بهمزة قطع مفتوحة المشعار فيها تفشي يجري فيها صوت والنفس نعطيها حقها المشعار عين مفتوحة راء مراققة لأنها مكسورة المشعار ننتقل من الراء المكسورة إلى اللام القمرية من كلمة الحرام لأنه لدينا همزة وصل ونبدأ بهمزة قطع مفتوحة الح ح أركز على الح المراققة لأنه يقرؤونها الحرام يفخمون الح لأنها جاورة الراء المفخم الراء مفخم لأنه مفتوح وهذا خطأ الألف التي بعد الراء أيضا تفخم ونقف على ميم ساكنة الصحيح الح الحرام لا تقول الحرام واضح؟ ولا تكور الشفتين في الراء المفخم الصلاة تفيد أن الوصلة أو لا طبعا في الوسط الميم وكسورة واذكروه الذال هنا ساكنة رخوة وقبلها همزة وصل إذن ننتقل من الواو المفتوحة إلى الذال لأنه هنا لدينا همزة وصل اسمع واذكروه ولا تقول واذكروه قال قلت الذال دعي الصوت يجري في الذال رخوة الرخوة الرخاوة جريان الصوت واذكروه الكاف والراء والهاء الأخيرة مضمومة نضم الشفتين فيها وفي الواو وانتبه الراء مفخمة لأنها مضمومة واذكروه واذكروه كما هداكم كما افتح الفم في الأليف هدا افتح الفم أيضا في الأليف التي بعد الدال وهنا كما بعد الميم أليف والهاء أخرجها من أقص الحلق لا تخرجها من الصدر هداكم خطأ هداكم هي باهتزاز الأوتار الصوتية من أقص الحلق هدا هداكم الكاف لا تفخي ما تقول كوم هداكم خطأ كوم هداكم وإن سمعتم صوت الميم المظهرة وإن هنا لدينا نون ساكنة جاء بعد النون كاف إذن هنا لدينا إخفاء وغنى بمقدار حركتين ومن الخطأ أن تمط كسرة الهمزة إلى يا وتقول وإن وإن خطأ وإي آ أو إي وإن كنتم أيضا خطأ آخر رأيتم كيف الإخفاء ذهبت إلى مخرج الكاف وإن ك أذهب إلى مخرج اللسان يذهب إلى مخرج الكاف يتهيأ لنطق حرف الكاف ولكن لدينا أيضا في كلمة كنتم ونوها إليه الدكتور أيمن حفظه الله في التجويد المصور أنه كنتم يسحب ضمة ويجعلها كأنه ضمة الكاف عفوا ويجعلها كأنه ويسحبها إلى النون الساكنة كنتم كنتم انتبه إلى هذا وصحح إذن إن كان لديك هذا الخطأ هي كأنه كن كأنه الآن كل كلمة كنتم كنتم إذن كنتم واضح كنتم هذا و ميم مع الميم إدغان بغنى بمقدار حركتين لأن الميم نحرف ينمو هنا كنتم من قابله ميم مكسورة من الكلمة من النون الساكنة جاء بعد النون الساكنة قاف والقاف مفخمة مرتبة ثانية من حرف الاستعلاء إذن غنة الإخفاء ستكون مفخمة بحسب مرتبة الحرف المستعلاء هنا مرتبة ثانية اسمع من قابله من أذهب إلى مخرج القاف من قابله الباء ساكنة مقلقة لقلقة لصغر لأنه في وسط الكلام اكسر اللامة والهاء جيدا ولدينا صلة صغرى بمقدار حركتين من قابله لامينة هكذا لامينة كسرة الميم جيدا من كلمة لامينة ننتقل من النون المفتوحة إلى الضاد المشددة لأنه لدينا همزة وصل واللام شمسية لماذا اللام شمسية لأنه جاء بعد حرف مشدد الضاد ضاد ساكنة ثم ضاد مفتوحة نبدأ بهمزة قاطع مفتوحة أ الله اسمع صوت الضاد الساكنة الذي يجري فيها الصوت رخوة وفيها استطالة وفيها تفخيم مرتبة رابعة والضاد الثانية مفتوحة بعدها أليف مفخمة مرتبة أولى اسمع وهنا يوجد نبر هنا لدينا مد لازم المثقل كلمي لأنه ننبر على الألف المد في النهاية لانتقال إلى الحرف المشدد اسمعوا جيدا ألمين الضالين هكذا نقف على مد العرض لسكن بمغضالي حركتين وست حركات طبعا المد اللازم المثقل كلمي ست حركات لا تجعلنا في هذه أليا ثم أفيضوا من حيث أفاض الناس واستغفروا الله إن الله غفور رحيم فإذا قضيتم مناسككم فاذكروا الله كذكركم آباءكم أو أشد ذكرا ثم كما قلت هذه الثاء مستفى لا تقول ثو ثم ثو ثو ثم هكذا ضم الشفتين فيها والميم مشدد فيها هنا من مغضال حركتين أفيضوا همزة قطع الفاو مكسورة سرها جيدا بعدها الضادوا مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة ضو أفيضوا هكذا ونضم الشفتين فيها من كسرة الميم جيدا والنون ساكنة جاء بعدها حرف الحا وهنا لدينا إظهار لأن حرف الحا من حرف الإظهار الستة من حيث يا أنساكنة قبلها مفتوح يا أولين لا تضغط على المخرج ولا تخرج معها والثاء هنا مضمومة حيث ضم الشفتين فيها حيث أفا افتح الفم في الألف التي بعد الفا الضاد مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة أفاض الناس ننتقل من الضاد المفتوحة إلى النون المشدد لأنه لدينا همزة وصل ولا شمسية لأنه كما ترون جاء بعدها حرف مشدد النون وفيه غنى بمقدار حركتين أس أل الناس افتح الفم في الألف التي بعدها النون المشدد السين مضمومة نضم الشفتين س نبدأ بهمزة قطع مفتوحة الناس واستغفروا واو مفتوحة ننتقل إلى السين الساكنة لأنه لدينا همزة وصل واستغفروا السين فيها صفيق وجريان للصوت وجريان للنفس واستغفروا الغين ساكنة إذن هي مفخمة مرتبة رابعة يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس واستغ لا تخرج معها فتشممها هذا خطأ إذن الخاء والغين من أدنى الحلق مخرج متجاور إلا أنه يختلف الغين يجري فيها الصوت والخاء يجري فيها الصوت والنفس واستغفروا في كسرة الفاء جيدا الراء مفخمة لأنها مضمومة نضم الشفتين فيها وفي الواو و اسم الجلال الله مفخم قبله مضموم واستغفروا الله نبدأ بهمزة قطعة مفتوحة الله لا تكور شفتين كما قلت في تفخيم اسم الجلال الله قيل لا تفيدوا عنا الوقفة أولى إن الله إي هذه فقط إي وليس إن نوهت سابقا عليها لا تمط الكسرة إلى يا النون مشددة فيها غنى بمغضاء الحركتين والنون مراققة جاء بعدها اسم الجلال الله إذن لم تفخم لأن قبلها مفتوح لا تفخم النون تقول إنا إنا الله خطأ انتبه انتبه إنا إنا الله هكذا وهمزة قطعة مفتوحة الله ها مستفلة مفتوحة مراققة غفور غا الغين مفتوحة مفخمة مرتبة ثانية الفاء مضمومة نضم الشفتين فيها وفي الوا والراء مفخمة لأنها مضمومة تنوين مع الراء إدغان بغير غنى نأكل النون غفور اسمع غفور الرحيم الحاء مكسور يكسرها جيدا وبعدها نقف المد العرضي على السكون من غير غنى في هذه الياء نقف على ميم ساكنة ولكن إذا استمرنا في القراءة لدينا تنوين بعد التنوين فإذا فألفاء من حروف الإخفاء بغنى مراققة بمقدار حركتين رحيم فإذا هكذا فإذا كسرت الهمزة جيدا افتح الفن في الألف التي بعد ذال قضى قضى قف ضاد مفتوحة من حروف الاسترعام مفخمة مرتبة ثانية كلاهما قضيتم ياء ساكنة قبلها مفتوح ياء والياء والتاء والميم انتبه أنها مرققة والقاف والضاد هي فقط المفخمة مرتبة ثانية قضيتم قضيتم هكذا نضم الشفتين في التاء ميم مع الميم ميم قضيتم جاء بعدها ميم مناسككم إذن ادغام بغنى مقدار الحركتين قضيتم مناسككم افتح الفن في الالف التي بعد النون سي كسرة السي جاء مناسي مناسككم كاف مفتوحة كاف مضمو كاكو كاكو هكذا وليس كاكو مناسككم لا تفخم الكافات هذا خطأ ميم مظهرة من كلمة مناسككم مناسككم فاذكوروا إذن فاذكوروا الفاء مفتوحا انتقلن إلى الذال الساكنة التي فيها رخاوة لأنه لدينا همزة وصل لا تقلق للذال كما ذكرت قبل قليل لا تقول فاذكوروا فاذكوروا هذه قلقة للذال أعطي الذال رخاوة يجري فيها الصوت ولا يجري فيها النفس فاذكوروا هكذا الكاف وراء نظم الشفتين فيها لأنها مضمومة ونظم في ألواو وراء انتبه مفخمة لأنها مضمومة فاذكوروا فاذكوروا الله اسم الجلال الله مفخم لأنه قبله مضموم اللام طبعا والهاء مستفلة ونبدأ بهمس القطع مفتوح لا تقول خطأ كاذكركم كاذي كاذك كاف ساكنة فيها همس ونحرص على كسرة الذال والراء مكسورة إذا المراققة كاذي كاذكركم كاذكركم أفوا كاذكركم هكذا كم هذه الكاف مضمومة نظم الشفتين فيها الميم مظهرة كاذكركم أباءكم أباءكم لدينا في البداية مد بدل بمقدار حركتين ألف ساكن قبلها همزة مفتوحة ثم لدينا حرف المدواء الهمزة في كلمة واحدة مدواج متصل بمقدار أرباح خمس حركات أباءكم كاذك مضمومة نظم الشفتين فيها الميم مظهرة أو أشد ذكرى أباءكم أو أو واو ساكنة نظم الشفتين فيها أو أشد دانس مشددة دال ساكنة ثم دال مفتوحة أو أشد د أو أشد ذكرى ذي كسرت الذال جيدا والكافو ساكنة فيها همس لطيف ذكرى لا تقول ذكرى هذا مبالغ فيه والراء مفخمة لأنها مفتوحة نقف على مد العوض بمقدار حركتين الألف أيضا تفخم قيلة تفيد أن الوقف أولى إذا استمرنا في القراءة جاء بعد التنوين فا والفا من حروف الإخفاء غنة مرقاقة بمقدار حركتين ذكرى فمين ذكرا فمين فمين الناس من يقول ربنا آتنا في الدنيا وما له في الآخرة من خلاق فمين كسرت الميم جيدا الناس ننتقل من النون المفتوحة إلى النون المشدد لأنه كما ترون همزة وصل ولا مشمسية لأنه جاء بعد حرف مشدد فمين فمين الناس افتح الفن في الألف التي بعد النون المشدد النون المشدد فيها غنة مقدار حركتين نبدأ بهمزة قطع مفتوحة الناس كسرت السين جيدا من من مين مفتوحة والنون ساكن بعد النون إضغام بغنة لأن اليام حرف ينمو من يقول من يقول لا تجعلها يا أصافية من يقول هذا خطأ يجب أن تكون هناك غنة مصاحبة لها من الخيشوم يقول ألقاف هنا مفخمة مرتبة ثالثة لأنها مضمومة نضم الشفتين فيها وفي الوا ولا مضمومة أيضا ويقول رب يقول ربنا راء مفخمة لأنها مفتوحة الباء مشدد تذكر أن الباء حرف شديد مجهور لا يجري فيه صوت ولا يجري فيه النفس رب ربنا آتنا بدينا حرف المد في كلمة والهمزة في كلمة ثانية مد جائز منفصل بمقدار حركتين وربعة وخمسة وفي كلمة آتنا مد بدل ألف ساكن قبل همزة مفتوح مقدار حركتين مقدار مد البدل لا تقول تينا لا تهمسها آتنا خطأ آتنا الساكن فيها همس والهمس في التاء المتحركة لا يعدم ولكن يكون لطيف جدا في كسرة الفاء جيدا في الدنيا ننتقل من الفاء المكسورة إلى الدال المشددة لأنه لدينا همزة وصل واللام شمسية لأنه جاء بعدها حرف الدال المشدد في الدنيا الدنيا نبدأ بهمزة قطاع مفتوحة الدال مشددة دال ساكنة ثم دال مضمومة الدو والدال شديدة مجهورة أجد قاطين بكت لا يجري فيها النفس ولا يجري فيها الصوت احرص على هذا لا تقول الدنيا لا تجعل فيها نفس خطأ الدنيا وما له طبعا هنا لو تلاحظون أنه جاء في كلمة الدنيا نون ساكنة بعدها ياء وهذا هذا كلمة دنيا صنوان قنوان بنيان هذه لا تدغم إذ أن الإدغام يكون في كلمتين وهنا يوجد إظهار نظهر الدنيا ولا نقول الدنيا خطأ فقط للملاحظة وما له أفتح الفن في الألف التي بعد الميم له الهاء مضمومة نضم الشفتين فيها من أقصى الحلقة الهاء وهنا مدى صيلة صغرى من مرضاء الحركتين وما له في وما له في الآخرة في كسرة الفاء جيدا في ننتقل من الفاء المكسورة إلى اللام القمرية لأنه لدينا همزة وصل هنا ولدينا ما تبدل في كلمة الآخرة لأنه ألف ساكن قبل همزة مفتوحة بمقدار حركتين الخاء في كلمة الآخرة مفخمة مرتبة أخيرة خامسة لأنها مرتبة المكسور الراء مفخمة لأنها مفتوحة نبدأ بهمزة قطعة مفتوحة الآخرة إذا وقفنا عليه طبعا نقف علىها ساكنة مهموسة باهتزاز الأوتار الصوتية من أقصى الحلقة من كسرت الميم جيدا من عفوا من وليس من النون ساكن من من نون ساكن بعد النون خاء إذن لدينا إظهار من خلاق من خلاق الخاء مفخمة مرتبة ثانية لأنها مفتوحة اللام مستفلة ولا نفخم نقول خلاق خطأ خلاق افتح الفن في الألف التي بعد اللام ونقف على قاف ساكنة مقلقلة قلقلة كبرى لأنها في آخر الكلام وإذا استمرنا في القراءة لدينا تنوين جاء بعد التنوين نواه والوه من حروف يمو الإدغام بغنى ونضم الشفتين من خلاق ومنهم ومنهم من يقول ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار أولئك لهم نصيب مما كسبوا والله سريع الحساب ومنهم كسرة الميم جيدا ومنهم نون ساكنة بعد النون ها إذن إظهار ومنهم نسمع صوت النون المظهرة الها ومضمنا ضم الشفتين فيها ومنهم الها من أقصى الحلق باحتزاز الأوتار الصوتية ومنهم مع ميم من إدغام بغنى بمغضاء الحركتين لأن الميم كما تعلمون من حروف ينمو ومنهم من يقول نون ساكنة معي يقول إدغام بغنى أيضا لأن الميم الحرف ينمو ولا تجعلها يا صافي من يقول خطأ يجب أن تكون مصاحبة فيها غنى من يقول ألقى في مفخمة مرتبة ثالثة لأن المضمومة ونضم الشفتين فيها وفي الواوي واللام اللام مضمومة أيضا ربنا الراء مفخمة مرت معنا لأنها مفتوحة والباء وشديدة مجهورة لا تخرج مع هوا ولا صوت رب رب ربنا شديدة مجهورة وهنا لدينا حرف المد في كلمة ربنا والهمزة في كلمة آتنا كما مر معنا الآية التي قبلها مد جائز منفصل بمقدار حركتين وربعة وخمسة ربنا آتنا آتنا هنا لدينا مد بدل بمقدار حركتين لا تقول آتنا لا تهمس هذه المكسورة آتنا هكذا في أيضا مرت معنا في الدنيا فاء اكسر الفاء جيدا في الدنيا ننتقل من الفاء المكسورة إلى الدال لأنه لدينا همزة وصل واللام الشمسي لأنه جاء بعد حرف مشدد الدنيا نبدأ بهمزة قطاع مفتوحة الدنيا الدال الشديدة مجهورة حسنة حسنة مفتوحة كل حروف حسنة ولدينا التنوين جاء بعد التنوين وإدغام بغن بمقدار حركتين ونضم الشفتين وانظروا حسنة حسنة وثل آخرة وثل كما ترون انتقلتم من الفاء المكسورة إلى اللام من كلمة الآخرة لأنه لدينا همزة وصل واللام خمرية لأنه لم يأتي بعد حرف مشدد الآخرة هنا لدينا متبدل ألف ساكن قبل همزة مفتوحة الخاء مفخمة مرتبة أخيرة مرتبة خامسة الآخرة الراء مفخمة لانا مفتوحة وقفت على سكون تامر بوطة وتكون هاء ساكنة مهموسة من أقصى الحلق ولكنها هي مكسورة وفي الآخرة حسنة أيضا وقفت على هاء ساكنة فقط للتعليم حسنة وقين أيضا هنا نضم الشفتين ولدينا إدغام بغن لأن الواو من حروف ينمو مقدار غن حركتين حسنة وقين قاف مكسورة مفخمة مرتبة أخيرة مرتبة الخامسة وقين افتح الفن في الألف بعد النون وقين عذاب النار عذاب افتح الفن في الألف التي بعد الذال وننتقل من الباء المفتوحة إلى النون المشددة لأنه لدينا همزة وصل واللام هنا شمسية النون فيها غن بمغضار حركتين لأنها مشددة الألف هذه لا تقول النار خطأ لقد جعلت الألف ممالة افتح الفن في الألف النار نقف على راء ساكنة قبلها مفتوح إذن تكون مفخمة بالمد العارض للسكون لا نجعل طبعا حركتين لسة حركات ولا نجعل غن في هذه الألف إذا استمرنا في القراءة الراء مكسورة إذن مرققة وقينا عذاب النار أولئك هكذا نرقق الراء أولئك الهمزة مضمو نضم الشفتين فيها هذه الو لا تلفظ ولدينا حرف المدوى الهمزة في كلمة واحدة إذن مدواج متصل بمقدار أربع وخمس حركات لهم الهاء مضمو نضم الشفتين فيها الميم مظهرة لهم لهم ناصيب نسمع صوت الميم ناصيب هناك من يقرأ ناصي ناصيب خطأ النون مرققة لا تفخمها إذن ناصي الصاد مفخم مرتبة أخيرة مرتبة خامسة مكسورة والياء أيضا مرققة ناصيب ألباء شديدة مجهورة نضم الشفتين فيها وفيها تنوين جاء بعد التنوين ميم إضغام بغنى بمقدار حركتين وبعدها ميم مشدد مرضى لحركتين ناصيب ميم ما كسبوا ميم كسرت الميم الأولى جيدا وافتح الفن في الألف التي بعد الميم المشددة ميم ما كسبوا كسبوا الكاف والسيم مفتوحة والباء نضم الشفتين فيها وفي الوا والجيم هنا تفيد جواز الوقف والله الخطأ أن تقول وال والله ماذا فعل فخمت الوا والوا مراققة يجب أن نرقق الوا والله فخم اسم الجلال الله لأنه قبله مفتوح فيجب أن نخلص الوا من أن تفخم لا نقول والله والله انتبهي لهذا الصوت والصحيح والله الهاء مضمومة نضم الشفتين فيها وهي مستفلة سريع سريع الراء مراققة مكسورة لأنها سريع سريع الحساب عين مضمومة نضم الشفتين فيها ننتقل من العين المضمومة إلى اللام القمرية لأنه لدينا همزة وصل نبدأ بهمزة قطاع مفتوحة الحساب اكسر الحاء جيدا من كلمة الحساب الحساب افتح الفم في الآلف التي بعد السين ولا تجعل فيها غنى عندما تقف في المد العارض للسكون في مضائر حركتين أو ستة الباء سنقف عليها ساكنة مقلقلة قلقلة كبرى لأنها في آخر الكلام الحساب والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصاحبه أجمعين سبحانك اللهم بحمدك لا إله إلا أنت استغفرك وأتوب إليك هذا ما كان من توفيق وصواف من الله وحده وما كان من خطأ أو سهو أو نسيان فمني ومن الشيطان وأستغفر الله لي ولكم كان معكم دوريد إبراهيم أبو مريم لا تنسوا الاشتراك في قناتي على اليوتيوب دوريد إبراهيم أبو مريم والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة ورحمة الله وبركاته شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة شكرا للمشاهدة اشتركوا في القناة